كمان أكد السيد الرئيس أن كافة المشروعات اللي بتفتتاحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية وده شيء جات جداً لأنه حيتيح فرصة استثمار جيد للمصريين كمان مشير إلى أن الدولة بتشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل ممفردهم أو العمل مع الحكومة طبعاً ده شيء مهم جداً لأنه كل مشروع ضخم بيتم افتتاحه أو موجود في مصر بعد طرحه في البورصة حيدي فرصة أن الناس كمان تساهم فيه وتدخل فيه ويبقى نوع من أنواع الاستثمار سواء للمصريين أو حتى الشركات أو الأفراد فيبقى أيضاً أنت بتشارك في هذا الموضوع خصوصاً يعني زي مصنع الكوارتس ده اللي هو حيبقى من أهم يعني الوحيد الموجود على مستوى العالم بهذه الكفاءة تعالوا نعود ونتابع جزء آخر من كلمات السيد الرئيس تفضل الحاجات اللي بنفتتاحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب ومتاحة للنهاية التطرح في البورصة طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنينا أنهم يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات أخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جداً جداً ويبقى فيه فرصة أنهم يستفيدوا بأموالهم بشكل مختلف يعني طب للمستثمرين احنا معاكم معاكم بأن انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت طيب تشتغلوا معانا والذي تشتغلوا لوحدكم اللي انتم عايزين يا دكتور مصطفى عايزين لوحدكم قوي هنسهل معاكم الأمور وأنا بنتهزها فرصة في الافتتاح عشان أتكلم على الحكاية داية عايزين انتم موجودين معانا قوي من أول الشركة دي وأنا قلت قبل كده رمال السودة قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاحها والمصدع بتاحها كل ما هو متاح كل ما هو بنعمله متاح لكم تعالوا واحنا بنتكلم كلام مرضو تاني هو مش لل مش لاستهلاك المحلي يعني والمشاريع دي مشاريع استثمارية بتجيب عوايد مستقرة سواء للسوق المصري أو للسوق للخارج وبالعملة الحر فاحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده أنا شلت الجيولوجيا يعني لا الأستاذ ياسر يعني بندرس كويس أوي ازاي نعظم من وده الحكومة دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قولنا ازاي نخلي الهيئة المصرية تبقى أكثر يعني فاعلية وحركتها أكثر عشان موضوع انك انت مقيد قوي بالبيروقراطية بتاعت انت تبعني يعني تبع مين تبع المالية ولا تبع البترول ولا فادرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث ان احنا نتحرك فيها يعني هنا يعني مش عايزة تدخل في الموضوع ده لكن انا ان كان الموضوع ده يعني انتو عارفين كويس قوي العوايد بتاعت الكلام ده قد ايه يتعرض علي عشان ممكن او ناخد القرار ونترحه نقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثة او اللي فضلين خلال السنة او اتنين اللي جايين كاجراءات لكن يتعمل المصنع فاديه طبعا تبقى للشق الفني للشركات اللي هي الاجنبية اللي بتشتغل معانا في الموضوع اشتركوا في القناة